يقول فضيلة الشيخ حجة من يحتفل بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم كينما سُبِل عن صوم يوم الاثنين فقال فيما معناه ذلكم يوم ولدت فيه فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ نعم يقول رأينا على العيو الرأس صوم يوم الاثنين من يمنعكم يوم الاثنين؟ صوم يوم الاثنين كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه وبعدت فيه وأنت العلي فيه وهم لا يبالون بيوم الاثنين يحتفلون ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سواء يوم الاثنين ولا يوم الثلاثة أو غير ومع ذلك من الناحية التاريخية لم تكن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر هذا ما حققه علماء الفلك وقالوا إن أقرب شيء أن تكون ولادته في اليوم التاسع ونحن نقول حتى لو ثبت من الناحية التاريخية لأنه في الأوم الثاني عشر فإن الاحتفال به على الوجه الذي شرعناه آنفا من البدع وهي لا تزيد الإنسان إلا بعدا من الله والعياذ بالله لأنه ابتدع في دين الله ما لس منه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة